مخاوفا من تأزم الأوضاع في صحراء الغربية إذن بعد صدور قرار مجلس الأمن القاضي بتجديد مهمة بعثة منورسو رهال السلام يتوقف على إلزام المغربي باتخاذ مسار الشرعية الدولية وحل النزاع الذي دام أكثر من ستة عقود التفاصيل أكثر مع فاطمة أحمد محديد لا وقف لإطلاق النار بين جبهة البوليسار وقوات المحتل المغربي بعد مصدقة مجلس الأمن الدولي لتجديد بعثات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية رئيس الدبلوماسية الصحراوية محمد سالم ولد السالك قال إن ملف القضية الصحراوية لم يبق له سوى خيرين فإما قبول دولتين العضوين في الاتحاد الإفريقي بالحل السلمي أو أن يقوم مجلس الأمن بتحديد تاريخ لتنظيم الاستفتاء وزير الخارجي يؤكد على أن القرار تضمن من ضمن ما تضمنه هو الإقرار بإنهيار وقف إطلاق النار وكذلك هو ما ذهبت إليه منظمة الاتحاد الإفريقي في وقت سابق محللون يرون في موقف تونس رفض للتصويت أنه جاء نتيجة رؤيتها المستقبلية حول تداعية استقرار المنطقة في حال عدم توصول إلى السلام تونس تنظر إلى الموضوع من زاوية أشمل وأعمق على اعتبار أن الوضع ممكن أن يتطور إلى تداعيات التي ستمس من شروط الاستقرار بالمنطقة المغاربية أمل الصحراويين في الوصول إلى حل لقضيتهم بدأ أكثر تعقيدا اليوم بعد قرار مجلس الأمن الدولي تجديد مهمة بحثة المينورسو فيما ينتظر أن يتوصل المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لصحراء الغربية ستيفان ديمستورة إلى إقناع المغرب بالحل السلمي